من ساعات أعلم بنك الاحتياطي الفدرالي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في البنوك الأمريكية في تاني اجتماع ليف عشرين أربع وعشرين فيترى إيه تأثير القرار دا على الأسواق المصرية؟ وهل كده الذهب هي ارتفع ولا هينزل؟ وهل في تأثير القرار على سعر الدولار وأسواق صرف العملات الأجنبية؟ العالم حرفيا أصبح قرية صغيرة وأي قرار أو حدث بيحصل في أي حتى في العالم بيكون لتأثير على كل الدول فما بالك بحدث كميرو بيحصل في أهم وأكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإحنا هنا بنتكلم عن قرار الفدراء الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة في خطوة بتمهد لخطوات تانية جاية في الطريق بتخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية عشرين أربع وعشرين طيب إزاي القرار دا هيأثر علينا في مصر؟ في قطاعات كبيرة ومهمة بكل تأكيد بتتأثر بقرار الفدراء الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة ومن أهم القطاعات دي طبعا الذهب واللي شاهد ارتفاع علام كبير بعد الإعلان عن قرار المركزي والأول مرة من فترة طويلة قف السعر الأنصى فوق 2200 دولار ومتوقع مزيد من الزيادات في حالة خفض الفدرالي الفائدة في اجتماعاته القادمة وطبعا ارتفاع العالمي لسعر الذهب هيسمى عندنا في مصر بكل تأكيد لأن واحدة من أهم محددات أسعار الذهب عندنا هو السعر العالمي واللي يحسب وفقا لسعر الدولار وحتى بعد ما تم القضاء على السوق السوداء بشكل كبير لسه سعر الدولار في البنوك مش قليل وبكده سعر الجرام هيرتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة القادمة طيب هل في قطاعات تانية هتتأثر؟ في طبعا قطاعات كبيرة هتتأثر زي النفط وأسعار البترول ومتوقع ترتفع شوية إلى الأيام القادمة وكمان أسعار الغلال والقبح عالميا هترتفع هي كمان وده كله هيكون لتأثير قوي على أسعار السلع الغذائية وأسعار تانية كثيرة من ساعات البنك المركزي أعلن إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 مارس وده لأن الاجتماع مش هيكون لي أي فائدة بعد الاجتماع الاتثناء اللي عملته اللجنة يوم 6 مارس وقررت فيه رفع الفائدة 600 نقطة وكمان حررت فيه سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب وبنسبة كبيرة المركزي هيستنى فترة طويلة قبل ما ياخد قرار جديد بخصوص أسعار الفائدة علشان يسيب فرصة للأسواق تمتس الزيادة الأخيرة تحية سلحضراتكم وإلى اللقاء